هسيب حضرتكم دلوقتي سريعا مع موجز لأهم الأنباء مع زملتي أسمى ويمكن متابعة والتفاصيل لأهم الأخبار في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم أسمى إليكين التاسعة بتوقيت القاهرة أسابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الري ورئيس المخابرات العامة وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تأمين حدود الدولة مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى مستجدات الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين خاصة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مدريات الأمن بالمحافظات المختلفة بضرورة التواجد أمام مستشفات الحميات على وجه الخصوص لتنظيم عملية الدخول والخروب بسبب وجود تزاحم حتى تتمكن الأجهزة الطبية من أداء الخدمة للمرضى جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي من خلال تقنية الفيديو كونفرنس وأكد المحافظون على توفير المستلزمات الطبية بالمستشفات العامة والجامعية ومتابعتها باستمرار وعرضوا موقف المعامل الطبية ومستشفات العزل الصحي بكل محافظة والذي يشير إلى وجود التجهزات اللازمة للتعامل مع الموقف أعلنت وزيرة الصحة والسكانة هل زايد ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 179 وخروجهم من مستشفى العزل وأشارت وزيرة الصحة الارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 221 حالة كما أعلنت الوزيرة تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 حالات وفع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سيتوفر لديها قريبا أجهزة تنفس صناعي للتعامل مع الحالات المصاب فيروس كورونا وأكدت ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة أنه يبحث خطة لوقف الرحلات إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الخمسة آلاف حالة والإصابات إلى أكثر من 215 ألف أعلنت روسيا وفات راتت أشخاص بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 24 حالة يوفع من جهة أخرى هبطت طائرة روسية تحمل معدات طبية للولايات المتحدة بنيويورك وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إنسانية وعد بها الرئيس الروسي بوتين نظيره الأمريكي خلال الاتصال الأخير بينهما بشأن مستجدات فيروس كورونا سجلت كوريا الجنوبية 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 9976 حالة اليوم متأثرة بالعدوى الجماعية في المستشفيات وزيادة حالات الإصابة وسط الوافدين من الخارج وفي إقليم كيونكي المجاور للعاصمة الصال أكدت السلطات الصحية إصابة 17 حالة أخرى جراء العدوى الجماعية بكورونا في مستشفى سانت ماري شمال شرق العاصمة قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن حالة العزل العام سترفع تدريجيا على الأرجح وليس دفعة واحدة حتى تصل إلى الإغلاق التام وذلك بعد تفاقم الأوضاع الصحية بالبلاد وكان الجيش الفرنسي اضطر لنقل العديد من المرضى بطائرة الهليكابتر نتيجة تفاقم عدد الحالات المصابة وتجاوز أعداد الوفيات لأكثر الأربعة آلاف بعد الإعلان عن وفاة 509 أشخاص خلال 24 ساعة وذلك في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء انتشار الوباء كما أعلن عن إصابة 4861 حالة جديدة ليبلغ عدد الإصابات إلى 56989 ارتفع أيضا عدد الوفيات في إسرائيل إلى 31 حالة بعد الإعلان خلال ساعة عن وفاة أربعة مرضى بفيروس كورونا بينما ارتفع إجمال المصابين إلى 6211 حالة في غضون ذلك أعلنت السلطات عن إصابة وزير الصحة يعقوب لتسمان وزوجته بفيروس كورونا كما تم الإعلان عن إدخال رئيس جهاز الموساد إلى الحجر الصحي بعد لقائه وزير الصحة المصاب يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسين نايتو اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وعلى رأسها سبل تنصيق جهود استجابة نايتو لتفشي فيروس كورونا في هذا السياق قال الأمين العام للحلف يانس استولتنبرغ إن الهدف الأساسي للاجتماع هو ضمان ألا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية وأضاف أنه عين فريق خبراء للنظر في مستقبل التحالف وكيفية تعزيز البعد السياسي له ختم الموجز وعودة لكي هبة شكرا لكي أسمى على كل التفاصيل ورصد الآخر وأهم الأخبار ترجمة نانسي قنقر